تعده منطقة قلب الشارقة وجهة متفردة ومنبعا لحكايات الأجداد المؤسسين حيث تختزن عبق التاريخ وذكريات الماضي وتحمل مبانيها ومرافقها قيمة لا تقدر بثمن فهي جزء من تاريخ إمارة الشارقة الأصيل وطابع حياتها الاجتماعية والثقافية والسياسية هذا قلب الشارقة الله يطول بأمر الشيخ سلطان ويحفظه للوطن والمواطنين هنزين اللي يحافظ على الترات هذه ويويب هنا نكون نحافظ مثل ما حافظه ويويب نكون زيادة أنه الذي أهم آشه برفاه يحصن عنا هني أشن في الرمضة وبالحر وبالتعب هنزين ويويب هنا نحافظ نقول هذا اللي مضى علينا ويأتي الهدف من إقامة مشروع قلب الشارقة إلى إعادة إحياء المناطق التراثية وتحويلها إلى وجهة ثقافية وسياحية وتجارية متفردة من خلال إقامة العديد من الفعاليات التراثية والتي من أبرزها مهرجان أيام الشارقة التراثية الذي يجمع خلال أيامه تراثة وأصالة الماضي العريق لدولة الإمارات إلى جانب مشاركة عدد كبير من الدول العربية والأجنبية وايض شيء حلو يعني أشياء تراثية هنا نحن نثير كل مكان لكن هنا حتى هذا البيوت حتى كل شيء كل شيء يا زراء ما تحصل في الدولة تمارس يمكن ما تحصل في الدباء منك يمكن ما أقدر أقول لكن مني ما تحصل وهنا في هذا التراثي الشارقة موجود نعم هذا المكان بكل معالمه يتيح للزوار والسياح فرصة فريدة لاستكشاف الأسرار التاريخية الكامنة بين زواياه ومباريه التراثية مثل المتاحف المتنوعة ومراكز الحرف الإماراتية التراثية وبيت الألعاب الشعبية والأسواق القديمة وغيرها عبدالله الزعبي قناة الغد إمارة الشارقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة